انت خادم للإنجيل والموضوع هو التسبيح وقت الألم نعم احنا عافينا عن ناصف عشان يحكي عن التسبيح حق ولكن طبعا خدام الله لازم يتكلموا عن الألم ازاي يعني كيف نحطها في قالب أخ أسامة انه نسبح وقت الألم وليه طبعا احنا شفنا كثير من رجال الله في الكتاب رغم الألم إلا ان هما بيترنموا ويثبحوا لرب يعني تخيل البوليس والثيلة أرجلهما في المقترة نعم ويقول لنا الكتاب يصليان وإيه كمان ويثبحان الله المساجين لما سمعوهم اتفتحت أبواب السجن ولا واحد فكر انه يترك هذا المحضر اللي فيه بتقدم الثلوات والتسبيح لله ويخرج بحثا عن حريته لما جيه السجان يقتل روحه لما لقي الأبواب مفتوحة بقول لسأله لا تفعل بنفسك شيئا رضيان جميعا عنها هنا ولواحد ماشي يا للدرجة اللي بيها تختار ما بين حريتك وما بين وجودك في مكان بيقدم فيه التسبيحات رغم الألم اختاروا لمساجين الوجود في هذا المكان احنا عندنا أثبابنا اللي تخلينا فرحانين برغم الألم والفرح هنا مش مجرد فرح المشاعر والضحك والهضار والفرح العالم أبدا يعني احنا مش مغيبين لما بنفرح في الألم والكتاب لما قال لنا احثبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون فيه تجارب متنوعة ما كانتش دعوة لتدروشة ولا دعوة لتغييب الظهن لكن بالرغم من أننا شعرين جدا بالألم سواء ألمنا الشخصي أو ألم إخوتنا اللي انت أشرت لهم في بداية حلقتنا بس تشف من كلامك بتقول فيه أسباب اللي بتخلينا تفضل طبعا طبعا أقول بعض الأسباب اللي تخلي المؤمنين الحقيقيين حد خط تحت كلمة الحقيقيين طبعا فرحانين برغم الألم اليقين من معيط الله هل الله تركنا حاشا هو معنا برغم الضيق وبرغم الألم معه أنا في الضيق فمعيط الله تخليني أفرح برغم الألم فأنا معكم كل الأيام صحيح الأمر الثاني هل الله يجيذنا في هذه الألام دون أسباب عنده دون حكمة لديه ربما إحنا ما نقدرش نفهم فكرة الله أو حكمته زي ما كان بيقول أخ ناصف واحدة من دمن ترنيمات الكنيثة الأولى يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحر لكن لما أعرف أن هذه الحكمة الإلهية بتخلي اللعنة تتحول بركة والشر يتحول خير أنا بقدر أفرح برغم الضيق لما بشوف اللي جار مع يوثف كل الضيقات اللي عدى بيها قدت إلى خيره نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله أمر ثالث تشكيل الله في حياتنا من خلال الألم وما فيش مؤمن عدى في تجربة أو عدى في ألم إلا وشهد أنه أنا قبل التجربة غير بعد التجربة أنا قبل الألم غير بعد الألم بولث بيعطى شوكة في الجثد علشان يحفظ في حالة الاتضاع فما فيش أذمة عند ربنا أذمة من غير الأذمة لأ إن كان يجب تحذنونا يثيرا أقول رابعا وأخيرا لدي الوقت التأهيل للمجد إن كان المسيح تألم وبهذا دخل إلى مجده وإن كانت النبوات بتكلمنا عن الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها وإحنا أتباع للمسيح وبنعرف أن خفت ديقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثق المجد أبدي ألام الزمان الحاضر لا تقص بالمجد العزيد أن يستعلن فينا لما بفكر في كل هذه الأمور الله معي الله حكيم الله يحول الشر إلى خير لن يتركني أبدا كل هذه الألام ستقول إلى ثقل مجد أبدي ده بيمل قلبي بالفرحة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر